وخلال جولته بمحافظة السويس شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح المبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس في هذا الإطار أكد مدبودي أن الدولة لا تدخل جهدا في ملف تطوير العمل الإداري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما شهد رئيس الوزراء افتتاح المركز التكنولوجي المطور بديوان عام المحافظة حيث أكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية التي تقدم الخدمات للمواطنين حيث تساهم في فصل المواطن عن الحي تماما وتقدم كافة الخدمات له